فانضموا إلىنا من واشنطن الدكتورة سارة فاخشوري رئيسة شركة أس بي بي لاستشارات الطاقة سيدة سارة ماذا يعني هذا الاتفاق؟ أهو اتفاق وسطي يرضي الجميع وهو في مصلحة أسواق النفط؟ هذا اتفاق مهم للغاية لأنه اليوم رأينا حل مسألتين المسألة الملحة الأساسية وهذا يعني أنه منذ الشهر المقبل أوبيك بلس سوف تضيف حوالي أربعمائة ألف برميل باليوم من النفط في الأسواق والاتفاق الثاني الذي حصل اليوم هو تمديد للاتفاق الخاص بأوتك بلس والذي يعود إلى أبريل وتم تمديده إلى ديسمبر 2022 وهذا مهم والنقطة الأساسية الأخرى هي أن الخط الأساسي للإنتاج تغير ليس فقط للإمارات العربية المتحدة ولكن أيضا للسعودية وروسيا والعراق والكويت ونحن نتحدث عن مستوى إنتاج عالي وفي مايو 2022 سوف يتم تمديد ذلك لديسمبر 2022 وماذا هنا عن ما كان يحكي عن تطورات جائحة كورونا إلى أي مدى هذا الأمر يمكن أن يؤثر مستقبلا خلال العام المقبل على موضوع الإنتاج في ضوء هذه الزيادة؟ هذا سؤال وجيه للغاية ما نراه الآن هو أنه بفضل توزيع اللقاحات بالإضافة إلى رزمات التحفيز والدعم الاقتصادية في كل أنحاء العالم نحن نرى أن حركة التنقل ارتفعت ما رفع الطلب على سوق النفط وهذا يعني أنه بالنسبة إلى السوق الطلب يرتفع بشكل صحي ولكن هناك نقص في المعروض حيث أن معدل انخفض منذ فبراير 2021 وأن سوق النفط الصخري لم يتعافى بشكل جيد في الولايات المتحدة الأمريكية وليس لدينا إيران وفنزويلا إذن الضغط الآن يقع على كاهل أوبيك بلس وأعضاء أوبيك بلس اجتمعوا بشكل دوري وحاولوا أن يؤمنوا الاستقرار في الأسواق من خلال إضافة الإنتاج وهذا يؤدي إلى استقرار إضافي وإمكانية توقع الأسواق حتى نهاية عام 2022 أن الأعضاء التزموا بالاجتماع بشكل دوري وتعديل الإنتاج بالاستناد إلى حاجات السوق بالحديث عن حاجات السوق هنا دكتورة سارة عفوا ماذا هنا عن الأسعار يعني زيادة الإنتاج هل ستؤدي إلى انخفاض في الأسعار مستقبلا باختصار لا نتوقع أن هذه الزيادة في الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض أساسي في السعر لأن هناك نقص في المعروض في الأسواق ولكن هذا يمنع رفعا إضافيا للأسعار هذا مهم أن الأسعار لن ترتفع بشكل سريع ولكن ليس بالضرورة أن تتراجع هذه الأسعار بشكل كبير لأن هناك حاجة في السوق هناك طلب أكثر من المعروض وذلك بسبب التعافي جراء جائحة كورونا دكتورة سارة فخشوري من واشنطن رئيسة شركة أزوي بي لاستشارات الطاقة شكرا لك